الحقيقة قبل برضو ما روح للأخبار النهاردة في موضوع يعني تقيل شوية ده متقيل كمان يعني ما كانش من المفروض ان انا رد عليه ولكن حرد لانه النادي الاهلي اكبر من هذا الامر ولكن حقيقة هو موضوع كومي دي شوية كومي دي حبتين يعني لما نجمو كرة كبير وقعدوا مجلس ادارة في نادي كبير يخرج على الهوى يقول لك اصلا قرعة الدوري متزبطة للأهلي لان مباريات الأهلي اسهل حسب كلامه يعني ولا ما يصحش الكلام ده كلام ده لا يصح لانه ممكن جدا نجيب حاجة انا ما جبتهاش طبعا لكن انا ممكن جدا نجيب لحضراتكم ان في انداء كتير جدا جدا خلال الفترة العشرين سنة اللي فاتت لعبة مباريات اصعب من المباريات اللي لعبها اي نادي دلوقتي لكن ان حد يطلع هو نجم كبير ويطلع يتكلم بهذا الشكل وبهذا المنطق هو الحقيقة وجهة نظري ان ده تفكير كده من وحي الخيال وفي على الجانب الاخر هو تشكيك واضح تشكيك واضح في نزاهة ربطة الاندية لان القرع الحقيقة كانت على الهوى امام الجميع وبحضور مندوب الـ 18 مندوب الـ 18 نادي هو الكلام ليه دلوقتي طلع ليه دلوقتي الكلام ده طلع لانه اتعادلت ماتش ولا اتغلبت ماتش ولا بتعم على فكرة بتحصل طبيعي اي مبررات لايهام الجمهور عشان اقدر اضل الجمهور واتكلم مع الجمهور اقول لهم انا مش انا ان انا عندي مشاكل لما يبقى عندي مشاكل لازم اطلع اقول فرقعة كده ولا حاجة علشان الناس تاب انا ان انا عندي مشاكل حل مشاكلك انا مليش دعوة طبعا حاجة ما تخصنيش ولكن الاندية كلها مليانة مشاكل ما تحلوا مشاكلكوا قبل ما تطلعوا تقولوا مثل هذا الكلام على النادي الاهلي عيب الكلام ده احنا كبرنا جدا على الكلام ده اذا كان عندك مدرب عايز يمشي ولا اخناق في الفرقة ولا بتاع ما تحاولش ان انت تقفل عليها بالكلام اللي انتوا عمليين تقولوه ده لكن الجمهور فاهم كويس جدا وعارف انك بتحاول تاخدهم ان انت تخبي مشاكلك لكل شوية واحدة واحدة بتنفجر وبعدين هو اتحاد الكرة فيهن وربطة الاندية خلال الفترة اللي فاتت دي دي اتهام لحضرتك كربطة اندية انه لا مفيش نزاه اه اه صح ربطة الاندية مش فاضية ربطة الاندية بتحل مشكلة غزل المحل قبل مباراة الاهلي اه صح صح انا ابتكرت فهي ربطة الاندية رايح تحل مشكلة نادي غزل المحل قبل مباراة الاهلي وسايبين التشكيك في نزاهتهم حتى يعني اعتقد حتى لو حضرتك مشغول لو حضرتك كربطة اندية مشغولين بهذا الامر كلهم اصدقائي وكلهم اخواتي استاذ احمد دياب الكابتن احمد متعب استاذ عامر حسين الاستاذ سروة سويلم كلهم اخواتي بالمناسبة دائما على تواصل دائم بيهم وناس محترمة جدا وفوق الوصف ولكن انا نفسي بس حد يطلع معايا يشرح لي كل هذه الامور لانه لما ييجي حد يتهم حضرتك عادي من حق حضرتك ان انت تتخذ اي قرار تجده مناسبا ان حد يتهمك بان انت بتشكك او انت ما عندكش نزاه ولا برضو ده هنقول حماس من الشغب ولا هنقول ايه طبعا اتمنى اتمنى وبالمناسبة الكل مدعو سواء الاستاذ احمد دياب الكابتن احمد متعب الاستاذ عامر حسين الاستاذ عامر حسين مش عود وربطة صحيح هو لاجنة المسابقات الاستاذ احمد دياب كل اعضاء الرابطة من اول استاذ احمد دياب لغاية كابتن احمد متعب وبقية الاعضاء هم مدعوين للرد على هذه الاسئلة امبارح حضرتك تقولي شغب حماس وليس شغب اديني الميزان عشان ابقى اقوله الجمهوري طيب يا حج عامر اديني الميزان عشان ابقى اقوله الجمهوري فالحاج عامر مدعوه للرد لانه هو اللي قال هذا التصريح فهو مدعوه للرد حلو جدا ان رابطة الاندية تحاول ان هي تحل مشاكل الاندية ولكن هو مش دورها بالمناسبة هو دورها دور مجالس الادارة اكتر ان هي تحل مشاكلها فالحقيقة الاسئلة كلها اللي عايزين نسألها لحضراتكم والكل مدعو كلهم اخواتي واصدقائنا وعلى فكرة ناس محترمة جدا 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 السؤال احمد دياب كابتر احمد متعب طبعا كلهم كل الاعضاء رابطها اخواتنا واصدقائنا وكانوا ضيوفنا هنا في هذا البرنامج وانا بدعوهم للرد ما عنديش خلاف شخصي مع اي حد فيهم ولكن انا بدعوهم للرد على مثل هذه الاسئلة كيفية التفرقة ما بين الشغب والحماس علشان اقول له جمهور الاهلي مش عشان حاجة علشان اقول له جمهور الاهلي يعني وانتو داخلين الملعب خلي بالكو دي الحاجات اللي تقول ان ده شغب ودي الحاجات اللي تقول ان ده حماس ده الموضوع الاول الموضوع التاني هل عندما يتم التشكيك في نزاهة الربطة عادي ما ينفعش اخد قرار عادي جدا لو حضرك قلت لي عادي خلاص وجهة نظرك طيب هل لو مسؤول نادي اخر اي نادي من التمنتاشر نادي قال هذا الكلام حضرتك مكنتش هتاخد قرار ومن اول الموسم ومن اول الموسم الكل بيحاول ان هو او كل الاخبار اللي جاية والربطة تحديدا نتكلمت في موضوع ضبط الاداء الاعلامي لمسؤولي الاندية يعني هل من المفترض ان احنا طيب هل في لايحة لمثل هذه الامور عشان بس انا ابقى عارف واخد الورقة دي وامسكها واقول لا والله فيه هم قالوا ان ما فيهاش مشكلة قالوا كذا قالوا كذا ولا انا اعتبرها حماس زايد قلوا لنا فانا ادعو الجميع اي حد من اعضاء الربطة ومرة تانية كلهم اخواتنا واصدقائنا يطلعوا يردوا على هذا الكلام مش عايزين يردوا عندي في هذا البرنامج ياريت يطلعوا في اي مكان اخر انا حاولت الحقيقة ان انا اتواصل معاهم ويعني التليفونات مقفولة غالبا يعني فاتمنى ان شاء الله ان كل الامور دي يتم الرد عليها عشان اطلع بس اقول لجمهور النادي الاهلي يا جمهور النادي الاهلي خلي بقى لحضراتكم الفارق ما بين الحماس وما بين الشغب كذا وكذا وكذا ده بناء على رأي رابطة الانديه